إيه؟ أدم اتجوز هنا؟ آه رحت له في السر واتجوزته على سلنة الله ورسوله طبعاً يا رب يسترها معك يا أدم يا أخو يا أمين يا رب أمين آه عشان كده عم يا بيت ترمخ على الموضوع فجأة تقول حاجة؟ لا 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 ماقول حاجة آه يا أدم يا ابن الماشي اللي ما عرفتش هاخده من هنا هاخده من بطقتك وحصارك عليها زي ما حصرتني على هنا أنا خسيس بقولك إيه يا بط أيوة في إيه؟ ما تجيبي sog نعم يا ابن الماثين عايże بس بس من اللسينة بس يا ابن الماثين حاسب الله انا ابن وبيت فيك حاسب الله انا ابن وبيت فيك وكن علي نيجبمر كنا فقرة بس عايشين وراضين بفقرنا كنا متدافين مع بعض كنا رفعين رأسنا بالحلال أرغم منه كان أولاي يا طرح خلاص اتفرقنا دي بقيت نهايتنا مالك يا بط فيك يا إله حبيبتي مالك يا طائم فيه إيه الحايمي يا إله مالك يا حبيبتي اتكلمي عامل فيك إيه الوقت ده انطقي حاولي تهجم عليا درجته على رأسه وطلعت أجري خلاص لحمينا بقى سهل لأي كلب جعل بالشكل ده يا أما أنا لازم أخد حقي منه وعرفه مقامه يا أما حذرتك منه قلتلك ما تروحيش بس ما اعتيش كلامي ودي النهاية المرة دي ربنا ساترها معاك استرها معانا يا رب يا رب استرها معانا احنا ولا ملناش غيرك يا رب ملناش حد غيرك يا رب نعم يعني ايه تسقط ده أسنا محل لي أنا ومناهي يا بابا أسنا محل يا أخي اتقي ربنا خاف ربك حرام عليك ربنا ما يرداش نخلف عائل ونظلمهم معانا يعني عشان ما نسلمهمش معانا نهم نقتلهم نخلقهم بأيدينا دي مش أحسن ما نخلفهم ونكون السبب في عذابهم ونعيش العمر كله قلبنا بيتقطع عليهم يا أخي خلي عمدك إيمان بالله كل واحد فينا تخلق في الدنيا دي مش هياخد غير نصيبه اللي ربناك كتابهوله اسبع يا شام ما تفتحش يدانك للشيطان وما تخلبش بيتك بيدك ما تقلقش الشيطانها سبق وخرب علينا الدنيا كلها وبعدين أنا بجد مش عاوز منع عيال تاني شوف يا شام انت إذا فضلت مصر على موقفك ده أنا هقطعك طول عمري يا أخي يا أخي انت بحسست أني مش أنت يا شام ابني اللي أنا ربيته هشام اللي أنا ربيته عالطيبة وعالأخلاق فين سمحتك يا أخي السماحة مع اللي استهلا يا باب السماحة السماحة هي السماحة مع كل الناس مع كل الناس حتى اللي انت زعلان من نوم وبعدين أزمر شوية يا أخي وخلي عندك إمان بالله مش يمكن العائل اللي حييجي دوت يصلح بينكم ما احنا جربنا قبل كده يا بابا فايدي وديك شايف اللي حصل يا بابا أنا ما هنجيش استعدادة ان أنا أخلي في عيال تاني وعزبهم وعيش عمري كله بتعزب علشانهم أنا مش قادر استعمل حاولوا ولا قوات إلا بالله ولا حاولوا ولا قوات إلا بالله جيجا هرب ومالوش أي عصر حتى السايبر ما بيروحوش ولا بيدفع إيجاره لصحبه مالك سكتة ليه واضح إن الأمل ضعيفة أو تقريبا ما فيش أمل ليه بس بتقولي كده هو معنى إن جيجا مختفي يبقى خلاص ما فيش أمل أولا مهمة الأفضل على جيجا دي دي شاولاتي أنا ملكيش دعوة ما هو المشكلة الأكبر اللي انت ما تعرفهاش إن جيجا مسح قدامنا الفيديو ضيع دليل براءة أدم في لحظة هو ده اللي حصل وأنا من ساعتها مش عارفة أعمل إيه مالش برضو لازم يبقى عندنا أمل مش جاهز نلاقي الهارد الأساسي ونعمله المهم دلوقتي لازم نقبض على جيجا في أسرع وقت طب هنوصل له إزاي مش عارف في حد من اللي كانوا معاها تقدر توسف أقولي أه في صاحبه ده اللي اسمه منصور ده كان شكله ثواب وعنده علامة في وشه وعلامة الناحية التانية بصوا شكله مايتنسيش أنا أنا لو شفت أعرفه حلو قوي أنا حبعت أجيب لك دلوقتي أربع خمس ستة فايلات فيهم مليون واحد ثوابق عاوزك بس تتشوريلي عليه وإن شاء الله فأعلم إن يوم هكون مسكو مالك يا عبد مهموم مهموم قوي وأرفام من نفسي قوي ليه يا ابن بس فيه تحتطفى موقف زي الزفت وممراتي ثابت للبيت وطفش إيه؟ ليه أنت زعلتها ولا حاجة؟ زعلتها؟ ده أنا قهرتها زبطتني بأخونها يا معلم لا يخرب بيت أم تحظ الميني خلها تقفشني وبقيت فضحت بجلاجل لا لا بتعرف انه غد دلوقتي حسنا لبحلة مش مصدى ان احنا اتجاوزنا لا سدى يا عادة احنا عملنا بجد يا خلوفي من بكرة طول ما احنا مع بعض ما تخافش للحاجة خالص مهما حصل نفس اعرف بس انت بتفكر ازاي واحد زي في قزمتهم من الايانة دي في شوال واحدة تفكر مال حق تطلبيني مش تجاوزي ده لما تبقى الواحدة دي بتفكر بعقلة وبتحسبها بالورع والقلم امان انت ما بفكر ازاي بفكر بقلبي وبحسبهاش خالص يا ادم الجواز نصيب طب وانت يا ادم لو دبتلك كده ولد حلوة زي ابو هتسمي ايه؟ بص انا في الولاد ما حب اسمه عمر ويوسف موسيقى 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 اشتركوا في القناة ايوه حضرتك سيادة العقيد سيف سلمي الحديدي ايوه اتفضل المديلي هنا امديلك الا ايه ده اختار بمعاد جلسة الخلق اللي رفعتها زوجة حضرتك السيدة سيادة